هذا وتحت في مملكة البحرين في الخامس من فبراير من كل عام بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين وحققت هذه المؤسسة الوطنية منذ تأسيسها قبل 54 عاماً الكثير من الإنجازات في مختلف مجالات الدفاع على المستوى البري والبحري والجوي للذود عن حياض الوطن مكانة رفيعة وجهزية عالية واحترافية متميزة وقدرات متطورة تتمتع بها قوة دفاع البحرين التي أضحت عنواناً للبدل والعطاء لحماية مكتسبات مملكة البحرين وحماية حدودها والمحافظة على أمنها واستقرارها توالت عملية التطوير والتحديث منذ أن وضعت اللبنات الأولى لتأسيس قوة الدفاع عام 1968 ومنذ ذلك الحين تعهدها جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بالرعاية المستمرة لتكون درعاً للوطن وحصنه الحصين حتى أصبحت اليوم صرحاً كبيراً للذود عن الوطن وحماية منجزاته الحضارية وبفضل الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته ورعاية البالغة للارتقاء بمستوى الحرفية والقدرات القتالية لكافة منتسبي قوة دفاع البحرين ومتابعة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء وصاحب المعالي المشير الركن خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام نالت قوة دفاع البحرين مكانة عالية بين المؤسسات العسكرية وتعززت قدراتها للقيام بواجبه الوطني في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى القائد الأعلى يوم الخامس من فبراير من كل عام يمثل ذكرى مضيئة في تاريخ المسيرة الوطنية لمملكة البحرين لها مكانة كبيرة في قلوب جميع منتسبي قوة دفاع البحرين ومواطنية المملكة حيث حققت هذه المؤسسة الوطنية العريقة الكثير من الإنجازات في مختلف مجالات الدفاع على المستوى البري والبحري والجوي للدود عن حياض الوطن واستقلال أراضيه وخلال أربعة وخمسين عاما استطاعت قوة الدفاع تطوير وحداتها وأسلحتها وتجهيز منشآتها ورفع كفاءة منسوبها لتكون على أهبة الاستعداد لحفظ الأمن والاستقرار ولتبقى دائما درعا منيعة للمحافظة على وحدة وسيادة ونهضة وطنين العزيز لمواصلة المسيرة التنموية الشاملة الحافلة بالعطاء والإنجازات الحضارية وعونا وسندا للأشقاء والأصدقاء في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر